السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة تصبيره وصهره مصرية مع مروا السيد. لو اول مرة تشوفني اريد تعمل لايك وشير وتعليق للفيديو. انا قدر ان شاء الله يا جماعة هنتكلم عن الارفة وفوهدها وهنعمل برضو آآ ثلاث مشروبات منها. وهنقول ايه ضررها? طبعا بداية ارفع يا جماعة بتعالج الالتهابات الفطرية وتقلل الاصابة بالسرطان وتعمل على خفض مستوى السكر وتزيب الدهون وتساعد فيه التخسيس وتقلل المخاطر الامراض القلبية وتساعد الوقاية من الامراض العصبية وتساعد فيه علاج الزهيمر ومسكن قوي جدا جدا للالام وهو مشروب آآ مفيد جدا للنساء وخصوصا في فترة الدورة الشهرية وهو مفيد جدا للبشرة وبتعمل منه منتجات غزائية كتيرة ومنتجات تجميلية وبيعالج الحكة وبيعالج حب الشباب طبعا يا جماعة آآ هنبدأ نعمل اول مشروب له آآ طبعا آآ هنجيب آآ كوباية من الميا ومعلقة من الارفة وهنحط سكر حسب الرغبة انا حطيت معلقتين من السكر وهنقلب هم آآ على البارد قبل ما نرفعه من على النار اول مشروب ده يا جماعة هو الارفة آآ المحوجة طبعا ممكن تحوقها باي حاجة انت حابينها انا هبدأ احوجها بآآ الزبيب ويجزي الهند هحط منه معلقتين وهحط كمان شوية من السمسم وطبعا لو عندكم مكسرات او اي حاجة عوزين تضفوها لأضفوها لأ انا اكتفى بدول بس وطبعا هبدأ احطها على النار وسخنها وكده هبدأ اصب بقى على المكونات هي فقى السكر وفقى كل حاجة وهنبدأ نقلب مشروب ده مفيد جدا جدا يا جماعة ومغزي وبيدف جدا في الشتاء ومتوفر في كل بيت تاني مشروب يا جماعة آآ هنعمل الارفة آآ هنا عندكم باية من اللبن وهاخد معلقة من الارفة هعمل الارفة باللبن طبعا مشهورة عندنا في مصر الارفة خصوصا الارفة مع اللبن الارفة مع الجنزبيل آآ هحط هنا معلقتين سكر وهقلب طبعا المكونات كلها على البارد المشروب ده مفيد جدا وخصوصا لعلاج المعدة هبدأ اصب في كبات آآ الضرر الارفة يا جماعة للارفة آآ هو آآ عمل قرحة المعدة لو احنا اصرفنا فيها وعملنا افراط فيها وخصوصا مع الجنزبيل اللي بشربوه كتير باستمرار هتعمل لهم قلم في المعدة وكمان مع المدى البعيد هتعمل قرحة في المعدة فنشربها بانتظام طبعا انا هعمل تلت مشروب يا جماعة هو القهوة بالارفة جبت كباية من آآ الميا وحطات فيها معلقة من الارفة ومعلقتين من القهوة وطبعا هضف لهم السكر على حسب الرغبة وهنقلب آآ طبعا التلت مشروبات دول يا جماعة ممكن تضيف لهم لبن او من غير لبن عادي طبعا رفعتها على النار وهبدأ اصب في الكوباية القهوة بالارفة حلوة جدا بالنسبة لي يا جماعة وكل المشروبات دي من المشروبات الدافية اللي احنا ممكن نشربها في الشتاء طبعا يا رب يكون الفيديو وعجبكو آآ ياريد تدعموني بلايك وشير وتعليق للفيديو وتقولوا رأيكو ايه في الكومنتات شكرا لكم في امان الله فضلا وليس امرا عمل اشتراك بالقناة